الفنانة السورية ليلة الأطرشية تصير ضجة على موقع التواصل الاجتماعي بسبب رأسها على شاطئ البحر في دبي تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا الضرائي أطلت الممثلة السورية ليلة الأطرشية بظهور وصفه البعض بالجريء خلال تواجدها على شاطئ البحر في دبي وظهرت وهي تركس على أغنية ماكن الصهر للنجمة عمر دياب ما جعل بعض المعلقين يتهمونها بتقليد دينا الشربيني التي نعنى دياب لها الأغنية قبل انفصال الصنئي وأثرت الأطرشة جدلا على موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صفحات المهتمة بالمشاهير لمقطع الفيديو اللي نشرته عبر حسابه على الانستجرام وظهرت خلاله ترتدي فستانا قصيرا من الجنس ويتضمنت بعض التعليقات اللي اتهمت الأطرش بتقليد دينا الشربيني في طريقة رقصها على أغنية أماكن الصهر وإلى البعض وضع خالص أنك بتقليد دينا الشربيني صاحبة الأغنية أصلا بس انت ما لبسك عارية عنها وآخر قال بتقليد دينا الشربيني في كليب عمر الدياب وأخرى زكرتيني بدينا الشربيني إلا أن أغلب المتابعين ندوها بلطيفة نسبة إلى دورها الشهير في المسلسل الصوري باب الحرة وحذرها البعض الآخر من غضب بعصام في إشارة إلى النجم ميلاد يوسف الذي جسده الشخصية في المسلسل الفنانة ليلى القطرش اشتارت عربيا بشخصية لطيفة زوجة عصامي الأولى والتي بتعيش مع دريرها في خط غالبا يحتوي على الكوميديا إضافة إلى كونها ابنة المرأة القوية فريالي لجسدت شخصيتها الفنانة وفاء موصلي وأخيرا فقد ردت الفنانة الكثير من التساؤليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد زفافها الفنانة ردت وقالت تم بعوني لا تحديد تاريخ زواجي وأتمنى الجميع مشاركتي ساعتي هو يوم 29 شباط للزفاف وتبين أنه مجرد ضربا من المزح